أكد البنك المركزي استعادة حاويات الأوراق النغدية تابعة للبنك بعد انتعرضت الاعتداء في رصيف مينا عدن كما أكد البنك في بلاغ انتلقته كاثل المبالي يمني السبب استعادة الحاويات وتسليمها إلى البنك المركزي كاملة وبأغفالها الرسمية مشيدا بالتحركات السريعة لكيادة قوات التحالف والتي أثمرت عن استعادة الحاويات بشكل فوري وفيما يلي نص بيان البنك يود البنك المركزي اليمني أن يطمئن الجميع بشأن حاويات الأوراق النغدية التابعة للبنك المركزي والتي تم الاعتداء عليها في رصيف الميناء والذي أوردته سال الأعلام المختلفة حيث تم استعادة تلك الحاويات بشكل فوري وتسليمها إلى البنك المركزي كاملة وبأغفالها الرسمية وعليه يوجه البنك المركزي جزير الشكر لقيادة قوات التحالف التي عملت بشكل فوري على ذلك وإذ يؤكد البنك المركزي على أنه يعمل باستقلالية تامة وأنه قادر على العمل المستمر باستقلالية مطلقة وحيادية تامة للقيام بوظائفه في إدارة السياسة النغدية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وفق قانون البنك المركزي رغم 14 سنة 2000 وتعديلته كما يؤكد أن أوراق النغد المطبوعة لا تكتسب قيمتها المالية في التداول إلا بعد أن تستكمل إجراءات الإصدار وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي وإذ يهيب البنك المركزي بالجميع عدم الإنجرار وراء التناولات غير المسؤولة والشاعات التي لا تستند إلى أجس مصرفية سليمة وموثوقة فإنه يؤكد أنه لن يسمح بأي إساءة إلى سمعة البنك ومهنيته أو الاعتداء على كل ما يخص البنك المركزي اليمني ويعرض الاقتصاد الوطني للمخاطر بمثل هذه التصرفات الغير مسؤولة التي تعد سابقة تهدد استغلالية البنك وحياديته وتعرض الاقتصاد الوطني للمخاطر خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد والجهود التي تبذلها الدولة بمؤسساتها المختلفة بالتعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتي كانت نتائجها واضحة في السيطرة على الغطاع المصرفي واستقرار العملة وردم الفجوات الاقتصادية اشتركوا في القناة